لأنه في حقيقة الأمر لو المصريين والعرب والمسلمين ينتبهوا في محاولة تصوير كل ما هو سني بأنه إرهابي ودي أنا مش قادرة أصدق ليه الشيوخ مش منتبهين يعني إحنا بنشوف إيران بتتحرك بوصفها القوة الشيعية بهذا الأداء بهذه الطريقة بمفهوم حديث بمفهوم الدولة مش بمفهوم رجال العصابات والمجموعات لما القوة السنية بتدعي أنها تتحرك بأسماء دينية فتطلع لي القاعدة ويطلع لي داعش وتطلع لي جبهة النصرة ويطلع لي جيش محمد وكل المسميات اللي من هذا النوع إذا ما تكتفناش كلنا هنوصل لمشهد قريب من مشهد باكستان هيبقى مصر فيه كل يوم ويومين وإسبوع عندنا خبر عن قضية تحرش جنسي قبيحة ولو الشيوخ ما اشتغلوش على الذي يجب أن يعملوا عليه إحنا في كارسة لأنه ببساطة جديدة مش بس التدين ولا الأخلاق ولا كل الكلام ده انتبهوا كل المناطق اللي فيها السنة هي اللي بيطلع فيها كل هذا القبح عشان بس الوهم اللي شغال في دماغ البعض أصل فيه الشيعة هم اللي قصدنا لا ده العدو مننا فينا العدو مننا فينا اشتركوا في القناة